كشف موقع زمن الإسرائيلي عن دخول السفينة إيلات التي أعبرت قناة السويس منذ أيام إلى البحر الأحمر للانضمام للتحالف الدولي لاعتراض هاجمات الحوثيين وأضاف الموقع رصد طائرتين مسيرتين في البحر الأحمر قبل يوم من انضمام السفينة الإسرائيلية إلى التحالف مشيرا إلى أنهما أطلقتا باتجاه مدينة إيلات قبل اعتراضهما من قبل الدفاع الجوي الإسرائيلي وأوضح الموقع أن السفينة إيلات شاركت في التصدي لعدد من الصواريخ والمسيرات التي أطلقت باتجاه إسرائيل من العراق واليمن كما قال موقع زمن الإسرائيلي أن السفينة إيلات تعمل بفريق كامل تدرب على مراقبة واعتراض الطائرات المسيرة والصواريخ التي تطلق من اليمن والعراق على إسرائيل وضاف الموقع أن السفينة إيلات تتبادل المهام مع القوات الجوية من خلال الرصد وتدمير الطائرات والصواريخ التي تطلق على إسرائيل وأوضح أن مهمة الاعتراض التي تقوم بها السفينة هي الجزء المعقد من العملية المتمثلة في التعرف على الهدف في الجو قبل اعتراضه ترجمة نانسي قنقر